بحول الله الحلقة الثانية في هذا الناشط سنتوسع في الناشط وندود لمرحلة التنفيذ نبدأ الحصة للتنفيذ سنفذ المشروع وقبل أن نبدأ في أول أنشطة تعليمية نرى ما نقصد المشروع نتذكر ما المقصود بالمشروع نرى مع بوشرة المشروع هو عمل جماعي جميع على الإنجاز كل واحد يكون عنده واحد المهمة في هذا المشروع جيد وكان يكون عنده واحد الاستفادة التي تفيدنا جيد في حياتنا اتبارك الله عليكم كيفما قلنا في الحلقة الماضية المشروع هو طريقة للتصريف وتدبير عمل جماعي حول مشروع متفق أو موضوع متفق عليه بين أعضاء المجموعة وتعريف المشروع نحاولوه نقرأوه على الشاشة إذن المشروع هو خطة لتصريف وتدبير عمل جماعي متفق عليه كيفما قلنا المشروع دينا الترباوي احنا اتفقنا عليه واخططنا له مجموعين وكل واحد عرف المهمة اللي غادي يقوم بها إن شاء الله باش نجزو هذا المشروع دينا إذن كل تنائي منكم تكلف باش يبحث ينجز بحث في واحد الموضوع المعين من مواضع دينا المصورة دينا إذن الآن كل تنائي غادي تكلف واحد من كل تنائي يذكرنا بالموضوع اللي بحث فيه نشوفوه مع أمينة في البداية تفضلي أمينة نعم أستاذا احنا بحثنا في هذه المجموعة الأولى على مكونات هويتنا الوطنية جيد إذن موضوع اللي بحث ديالكم هي مكونات هويتي الوطنية مكونات هويتي الوطنية جيد إذن نشوفو المجموعة الثانية أسية إذن شنو الموضوع ديال اللي بحث ديالكم فاش بحثته تفضلي أسية نعم أستاذا احنا في المجموعة الثانية بحثنا في الموضوع ديال الواجبات والحقوق الاجتماعية واقتصادية. جيد. الموضوع ديالكم الواجبات والحقوق الاجتماعية واقتصادية. نشوف المجموعة الثالثة. إلياس، ذكرنا بموضوع البحث اللي تكلفت بي. انت وخاليد تفضل؟ احنا في المجموعة الثالثة تكلفنا باش نتبحتوا على المؤسسات المغربية التي تهتموا بالتضامن. جيد. سبارك الله عليكم. هذا هو الموضوع اللي تكلفتوا به. نشوفوا المجموعة الرابعة. إذاً شنو الموضوع ديالبحث ديالكم. تذكرونا بي. تفضلو؟ احنا في المجموعة الرابعة بحثنا على الأحكام والأمثال الشعبية ورسومات وغيرها في حب الوطن. جيد. هذا هو الموضوع ديالبحث ديالبحث ديالكم. أنكم تبحثوا على حكام وأقوال وأمثال وصوار ورسوم. تتعبر على حب الوطن. جيد. الآن تقول يذكرنا بإسم المشروع ديالنا. شنو الإسم ديال المشروع اللي اختاريناه وتوافقنا عليه نشوفه مع سلمة. تفضلي سلمة؟ نعم أستاذ مجلات هنا. إبداعونا. جيد سلمة. هذا هو الإسم اللي توفقنا عليه واختاريناه مجموعين المجلة ديالنا. الآن كيفاش كتفكروا يكون شكل أو تصميم ديال المجلة ديالنا. إذا كل واحد عنده مجموعة من مواضيع اللي غادي بحث فيها وغادي يجيب عليها وثائق وصوار إلى غير ذلك. كيفاش غادي نعرضو هذه المجلة. كيفاش غادي نفكره ونشوفه التصميم وشكل ديالها كيفاش ممكن يكون. نشوفه مع خديجة تعطينا فكرة. خصنا كل صفحة موضوع يعني أربعة ديال صفحات. إذا خديجة كتخصح أننا نخص كل صفحة الموضوع من المواضيع بمعنى النجلة ديالنا. هتكون نقدم أربعة ديال الصفاحات. نشوفه سلمة يلا عندهاشي فكرة أو شيء إضافة تفضلي سلمة. نعم أستاذ نديرو نديرو اسمية في كل صفحة. كرأس ديال الصفحة. اسم المشروع نديرو في أعلى أو رأس كل صفحة جيد. تبارك الله عليكم. وكل صفحة يكون فيها مجموعة من الخانات اللي تضم البحوت ديالكم تقريبا بحال هات الشكل اللي غدي يظهر على الشاشة. إذن هذا تصور أولي المجلة ديالنا إذن كل موضوع من المواضيع ستخصص له صفحة وتكون مكونة من مجموعة من الخانات اللي غدي تلصقوا عليها البحوت والفقرات والصور وما إلى ذلك. وفي أعلى كل صفحة كيف مما اقترحته يكون العنوان ديال أو الاسم ديال المشروع ديالنا. إذن الآن غدي نبدأ مع المجموعة الأولى نشوفو شنو بحثو شنو الإنجازات وشنو البحوت اللي جبتو إذن تفضلوا. تشوفو مع أمينة في الأول تفضلي أمينة نعم أستاذة. حنج جبت أنا هاد نعم مكونات هويتنا الوطنية تحب تتعلم مكونات الهوية الوطنية وشنو يا أول الحاجة بحثي عليها في هاد المكونات نعم أستاذة أنا بحثي على اللهجة المغربية جيد بحثي على اللهجة المغربية جيد نقدمو العنصر الأول ديالكم من عناصر البحث على الشاشة وتفضلي تفضلي قرأي البطاقة اللي جبتي تفضلي أمينة بين التاريخ عبر عبر نعم عبر التاريخ وتعرف الدارجة المغربية تطورا تطورا مستمرا مسايرة للمستجدات التكنولوجية وظروف الحياة المعاصرة المعاصرة جيدة وظروف الحياة المعاصرة إذن أمينة ديسول كيف تسمتو العمل بينتكم متسي وفاتيحة؟ احنا أستاذة احنا ملقي نحتشي مشكلة اسمتو البحث ديالنا موجاتكم صعوبات حت سبق لنا قرينا مكونة هويتنا الوطنية في الدرس الأول جيد جيد تبارك الله لكم إذن تسمتو العمل بينتكم خدمتو بشكل تنائي كل واحد اخذ محور من محاور البحث واشتغل عليها كيفما قلنا باش يكون العمل متكامل عمل جماعي وتشاركي جيد تبارك الله لكم كيفما اتفقنا في الحلقة اللي فاتت إذن بعدما شفنا أول عنصر من عناصر البحث قد نعود نشوف مع أمينة شنو جبته آخر قدموا لينا باقي العناصر اللي عندكم في البحث أمينة نعم أستاذة جبت هذه على نعم قسطة المغربية وجلبة المغربية جيد إذن جبت بطاقة قد تتكلم على القفطة المغربية وعلى الجلبة المغربية وما كذلك من رموز ومن مكوينات الهوية الوطنية كيفما شفونا في الدرس ديالنا اللباس التقليدي المغربي كما شفونا ومفخرة جميع المغربة هو مكون من مكونات الهوية المغربية نعرض البحث تاني ديال أمينة ممكن تفضلت قررنا البطاقة اللي جبت أمينة 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 التي عرفتها عرفها التي عرفها نعم وتعايشت به وتعايشت وتعايشت فيه نعم تعايشت به فعيد وصلي فالطابع الأمازيغي العربي الأندلسي الصحراوي الإسلامي الإفريقي وحتى اليهودي كل له بصمة على اللباس المغربي بصمته بصمته على اللباس المغربي جيد كيف كان عرفوا أن بلدنا هي مغرب تلاقح التقافات كيف ما شاهدنا في الدرس مرة تعاقبات على الحكم المغرب مجموعة من الحضارات ويتميز بالتنوع التقافي إلى غير ذلك إذن تبارك الله عليكم إذن هذه الفقرة تهدر على اللباس التقليدي المغربي وكيف تضطر بالحضارات التي عايشت والتي كانت كانت ودازت في حكم المغرب وتنوع التقافات كان عندها أثر كبير في اللباس التقليدي المغربي جيد أمينة إذن بحتينا على اللباس التقليدي المغربي اللي قلنا اللي كانت فيه البصمة ديال جميع التقافات اللي كانت للمتنوعة اللي كيعرفها المغرب كنا نعرفوا بأن المغرب هو مغرب التلاقح الثقافي جيد سبارك الله عليكم كيتميز كذلك بالغينة والتنوع ديالو إذن أمينة كنشوف في البحث ديالك بعد هاد الفقرة عندك واحد جو الصور ممكن تقدميه مننا نعم وأستاذة نعم ليش كيرمزودك جو الصور شنو كيمتله أمينة هنا القفطان المغربي نعم مجلبة المغربية جيد إذن عرضوا الصور اللي جابت لنا أمينة إذن كتعبر على الجلباب التقليدي المغربي والقفطان كذلك تقليدي المغربي إذن فين بحتى لهذه الصور أمينة نعم أستاذة بحتى عليه في الأنترنت ويساعدني زوج ديالي جيد إذن تفضلي قرأينا البطاقتين المعبرة على الجلباب والمعبرة على القفطان تفضلي أمينة نعم الجلباب 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 هو اللباس المغربي الرئيسي الرسمي الرسمي والتقليدي يلبسه الرجال والنساء جيد إذن كين الجلباب التقليدي الخاص بالرجال وكين الجلباب التقليدي كذلك الخاص بالنساء نشوف البطاقة الأخرى المعبرة على القفطان تفضلي أمينة القفطان هو زي تقليدي مغربي يعد يعد القفطان يعد 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 جزءا يعد جزءا من الثقافة المغربية وأصولها وعاداتها جيد بارك الله عليكم إذن اللباس التقليدي المغربي هو مكون من أهم مكونات الهوية المغربية كيتميز بالتنوع وبالآصاله كيف ما قلنا كي يخسر تصاميم ديالو وطريقة السين من منطقة إلى أخرى إذن هو مفخرة مغربية كيف ما شفنا في الدرس ديالنا وهذا كيدل على التنوع والغناء التقافي المغربي الآن نتقلوا المكوين آخر من مكونات الهوية الوطنية المغربية واللي هو المآثير التاريخية إذن أنكم جبتوا بحث أو بحث على المآثير التاريخية سوف نرى إن شاء الله ما جبتوا فيها كيف يتكلف بعض المكوين؟ أنا أستاذ أمينة فتيحة تفضلي ما جبتي؟ جبت صورة لجامع القارويين الليفس واللي هو من أقدم الجامعة تاريخية من المغرب جيد جيد تبارك الله عليك وشنو آخر جبتي في البحث ديالك؟ وجبت هذا صومعة حسان نعم صومعة حسان جيد صومعة حسان كذلك تبارك الله عليك بقي شي حاجة أخرى كي يضمها اللي بحث ديالك جبت صاحة جامعة الفنة جيد تبارك الله عليك جيد إذن نعرضوا بعض من هذه البطاقات اللي جابت فتيحة نبدأ بالبطاقة الأولى اللي كتعبر على مآتر تاريخية جوج معالم من المعالم التاريخية المعروفة ومشهورة في بلادنا وتفضل آمينة فتيحة عفواً تفضلي قدمينا البطاقة الأولى اللي جبتها شنو المضمون ديالا قريها؟ جامع القارويين نعم أقدم جامعة تاريخية بانتها فاطمة الفهرية أم البانينة سنة مئتين وخمسة واربعين هجرية وتمنمية وتسعود وخمسين ميلادية تبارك الله عليك جيد كنتشوفوا بأننا نستفيدوا من البحث ديالنا نبحثوا ونقرأوا البطاقات نكتسبوا معلومات جديدة تبارك الله عليكم تفضلي قرأينا مضمون البطاقة الثانية المعبرة على صومعة حسان صومعة حسان شهيدة صومعة حسان بالربط في عهد السلطان يعقوب المنصور الموحيدي جيد وبالبحث كانت تكتسبوا معارف كيف ما قلناه ومعلومات جديدة بزرط المرمات كانت تكون غيبة علينا اللي كانت بحثه كانت تكتسبوا معارف ومعلومات اللي كانت تزيد تغنينا الرصيد المعريفي والثقافي ديالنا جيد تبارك الله عليك الصورة الموالية اللي جبتي اللي تحددت عليها ما هي فتيحة نعم أستاذة جبت هذه الصورة كتعبر على ساحة جامع الفنا ناية جيد مراكش جيد إذا ساحة جامع الفنا هي كذلك من التورات تاريخي ديال بلادنا جيد تبارك الله عليك إذا نعرضوا هذه الصورة كيف كتشوفوا ساحة جامع الفنا هي كذلك من التورات التاريخي المغربي جيد ممكن تقرأنا البطاقة تفضلي نعم ساحة الفنا جيد تعد القلب النابض قلبة تعد القلب النابض لمراكوشة يتواجد بها روات روات نعم حكايات الحكايات الشعبية والبهلوانية والبهلوانية والبهلويون نعم والموسيقيون وعارض الحيوانات جيد كيف كنا نعرفو ساحة جامع الفنا هي من الساحات المعروفة تبنات في عهد الدولة المرابطية سنة 1070 ميلادية تقريبا إذا أباقين كيجيو هالزوار من جميع أنحاء العالم إلى يومنا هذا صنفتها اليونيسكو في سنة 2001 ضمن قائمة التوراة التاريخي العالمي هذا لقيمتها التاريخية المشهود بها في العالم جيت بارك الله لكم عنك شيء إضافة أخرى فتحة جبت مجموعة جبت معلومة على قصر أي تحدو اللي قرب مدينة ورزازات قصر أي تحدو جيد تفضلي ورنا البطاقة اللي جبتي جيد وهذه نعرضو البطاقة ديالك على الشاشة هذه صورة جيد من قصر أي تحدو تفضلي قرأينا مدمور البطاقة اللي جبتي فتيحة قصر أي تحدو قصر أي تحدو أي تحدو يعدو من أقدم وأروع القصوري بالمغربي يقاعو بإقليم ورزازات جيد هذه المعلومات قد تضاف للرصيد المعريفة ديالنا اللي ما كيعرفش معلومات على قصر أي تمنحط إذن ولينا كنعرفوه فين كيتواجد ومزيلا أننا نمشي ونزورو هذه المآتر التاريخية اللي كتذخر بها بلادنا جي تبارك الله عليكم إذن تكلمتوه على مجموعة من المعالم التاريخية وسكم تعرفوا بأن تاريخ المغرب غني بالمآثير المتنوعة جي تبارك الله عليكم وبلاش كدي توجدوه كتير من الصور اللي كتدل على الحضارات اللي تعاقبات على حكم المغرب كيف ما قلنا في المآثير التاريخية والعمران من أهم المكونات ديال الهوية الوطنية المغربية ولازم ما نعتزو بها ونحافظو عليها من الضياع والتخريب تبارك الله عليكم إذن وش باقي شي مقوين أخر بغيتوا تحدثوا لي في مشروع ديالكم أمينة وفتيحة نعم وأستاذة جبت هذا عتاني ديال نعم مش بحتيقة شنو أخر حلا هاد البيتقالي في الدكرة أش كتعبر هاد البيتقالي في الدكرة تتعبر على الطابق المغريبي المغريبي الكوسكوس واللي هو كيتعتبر من أحسن من أشهر الأوكلات المغربية جيد واللي كيتعرف بها المغرب جيد المطبخ المغربي كذلك ومنهم كيتقدم في مناسبات كثيرة نعم منهم يوم الجمعة وبحث ولقيت عوتاني كذلك كل منطقة في المغرب عندها طابع دياله الخاص في طريقة الإعداد تبارك الله عليك جيد فتحة إذن طابق الكوسكوس هو كذلك من أطبق المشهورة في المغرب كيف ما قلناك يتقدم في مناسبات عديدة وخصوصا يوم لا تخلو منه مائدة مغربية تقريبا يوم الجمعة كيف نعرفه جميع المطبخ المغربي هو أحد أهم مكونات الهوية المغربية هيا بقي بحتي على شي حاجة أخرى ضمن المطبخ المغربي مكونات الهوية المغربية فاتحة نعم أستاذة بحتي كذلك بحتي على الشيء المغربي اللي هو الشيء الأخضر ولقيت أن الشيء المغربي عنده مكانة خاصة في المغرب وعبر العالم وحتى ولو كيت تحتو علي بزاف الدول ولو كيكتبوا علي حتى الشعر إذن طريقة تحضير الشيء المغربي هي طريقة كذلك متميزة ونشوفه مضمون البحث الثالث اللي بحثوا فيه هو الأكل المغربي جيد إذن عندناك كنشوفه في الصورة اللي على يمين الشاشة طبق الكوسكوس المغربي كيف ما قلنا الشهير والمتميز وكنشوفه على يسار الشاشة الصينية الشاي المغربي وتفضل فتيحة تقررنا البطاقتين المعبيرتين على هذه الصورتين تفضلي الكوسكوس المغربي نعم طبق الكوسكوس من أكثر الأطباق تقليدي الشهير تقليدي الأطباق تقليدي شهرة شهرة في المغرب نعم بطاقة معبرة على الشاي المغربي تفضلي فتيحة الشاي المغربي نعم الشاي المغربي يعد من العادات المغربية اليومية نعم هذه الصور كيف ما قلنا اللي بحثت عليها فتيحة واحدة معبرة على الكوسكوس المغربي واحدة تتعبر على الشاي المغربي وكنشوف عندك فتيحة واحدة بيتين شعريين نعم فتيحة نقرأهم هنا أولا نقرأهم نعم أستاذة مثل أتي الوانداريز هذل هذل البيتين هما كيعبروا على الشاي أتي الوانداريز المذهب تفضلي تفضلي قرأنا البيتين ديالك مثل أتي الوانداريز المذهب مذهب مذهب على صفة على صفة صينية ملتهبة نعم يتطاير نعم تطاير 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 الهم لديه وانشرح صدر الذي يشربه من الفرح إذا ندو بيتين معبيرين على مشروب الشاي المغربي نعم جايد تبارك الله عليك إذا في إطار البحث نحنا كنغني ومعرفنا ونغني ومعلوماتنا معاكم جايد تبارك الله عليكم إذا بهذه الصور اللي جابتنا كل من فتيحة وأمينة إذا نختم البحث ديال مكونات الهوية الوطنية جايدة صور وبطاقات جميلة ورائعة تبارك الله عليكم الآن سنرى الموضوع الثاني إن شاء الله ديالنا في البحث شوفوا الموضوع الثاني إن شاء الله في البحث شكو اللي تكلف بالموضوع الثاني شوفوا مع أسيا وخديجة شكو اللي تكلفتوا به نعم أستاذة الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية الحقوق والواجبات الاقتصادية والاجتماعية قبل أن نبدأون نعرضوا مضمون البحث لكم ممكن تذكرونه بالطريقة التي اشتغلتوا بها تفضلوا أسيا نعم أستاذا قسمنا البحث بيني وبين خديجة أنا تكلفت بالحقق والواجبات الجماعية وخديجة تكلفت بالحقق والواجبات الاقتصادية جيد تبارك الله عليكم جيد أننا نزعوا المهم بيننا باش كي يكون العمل ممنطم ومنهج وكل واحد يعرف شنو يقوم به باش كي يكتاب المشروع كي يكون التعاون والتشارك بيننا جيد تبارك الله عليكم إنو شلقيتو مشاكل أو صعوبات أثناء القيام بالبحث ديالكم أسيا لا أستاذة أمي كنا كان بحث في الموضوع أمي كنلقى أنا شي حاجة تتعلق بالحقق والواجبات الاقتصادية كنعطيها لحديجة يكتين إيمي كنلقّه شي حاجة تتعلق بالحقق والواجبات الاجتماعية كنعطيها لي جيد تبارك الله عليكم وهذا هو العمال بروح الفريق جيد تبارك الله عليكم هذا هو اللي بغي نتلقل اللي عمل بروح الفريق وبواحد الشكل كيفما قلنا ستشاركي وتعاوني خديجة عندك شي إضافة نعم أستاذة بقنا نتواصل مع بعدياتنا. نعم. ومرة مرة كنت نقش وذلك الشيء الذي نوجده. مزيان تبارك الله. كنت نقش وذلك الشيء الذي نوجده. جيد تبارك الله عليكم. هذه طريقة مزيانة في إنجاز البحث كتتعاونه. ومرة مرة كنت نقش ومضموه البحث ديالكم وكتنضموه بيناتكم. جيد تبارك الله عليكم. إذن البحث وجهكم سهل أو رقيته فيه شيء صعوبات خديجة؟ هو مش سهل ولكن. نعم. جكا شك صعوبة من كل دقيقة نجزيل البحث؟ هو مش سهل ولكن مزيان في الحياة ديالنا. وخواجهت منتقل يا فاتي خديجة وخواجهت صعوبات. صعوبات. ولكن البحث سوف يفيدكم المجهود ديالكم مش ضاع. سوف يفيدكم هذا البحث في الحياة ديالكم. وتستفدو منهم جموعة من المعارف والكفايات والمهارات الجديدة التي تتعلق بجميع جوانب الحياة ديالكم. جيد تبارك الله عليكم. أسيا بلي عندك إضافة؟ أنا ما أستاذة. شحم حجمك لنا تعرفينها من الحق ديالنا. وشحم حجمك لنا تعرفينها واجبع لنا. جيد تبارك الله عليك هذه أهمية البحث أننا نضيف رصيد معلوماتي مهم. المخزون المعرفي ديالنا جيد تبارك الله عليكم. إذن اللي كان ديروا شي بحث وكان بحثوا بنفسنا وكان بدلوا فيه واحد المجهود. بطبيعة الحال اللي كان فهموا بزاف الحوائج اللي ما كناش عارفينها وكانت تعرفوا عليها وكانحثوا كذلك بالموت على ديال البحث. أكيد مني كتبحت في شي موضوع وخد كتتوجك صعوبات. إذن بالنسبة لك تكتسم جموعة من المعارف والمهارات اللي كتنسيك في صعوبات البحث جيد. تبارك الله عليكم. إذن وش بحثوا على هذا المواضيع بوخي لكم أو لا ساعدتوا بالأسر ديالكم. كيفاش كان كيفاش 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 بحثوا قول لنا فيش المصادر اللي جبتوا منها هذه المعلومات وهذه البطاقات اللي قدامكم أسيا؟ نعم أستاذة بحثنا بحثنا وساعدتنا الأسر ديالنا. وبعد الأصدقاء أمي كان طلبوا مننا مش حاجة كي يقدموها لنا. جيد. وكن شكرك بززاف حتى أنت يا أستاذة ما بخلتي علينا بوالو وقدمتنا المساعدة وكن شكرك بززاف. شكرا شكرا لكم. إذن هذا واجب هذا المشروع ديالنا كاملين. وخصنا كنا نبدلو المجهود باش هذا المشروع ديالنا وهذا المجلل إن شاء الله تكون بالشكل المطلوب كيف ما بغيناها تكون إن شاء الله جميع. إذن ممكن تقول لنا شنو هما البحث اللي يجبتو شنو البحث أو البطاقات أو الصور اللي يجبتو. إذن شوفوا مع أسيا تفضلي أسيا شنو أول حاجة يجبت في البحث ديالك. وكذلك المشاهدين يستفدو معنا من مضمون هذه البطاقة. ممكن تقريها الناء أسيا تفضلي. نعم أستاذ. أنواع الحقوق الاقتصادية. الحق في الشغل. الحق في التمتع بشروط عادلة ومرضية. الحقوق الحرية. حصل على حقوق الحهريات ونقابية. الحق الملكية. الحق في المبادرة. النحوذي نتقلوا الأنواع الحقوق الجماعية. أنواع الحقوق الاجتماعية الحق في الضمان الاجتماعي الحق في حماية الأسرة والأمومة والطفولة الحق في المعيشة التبهيل هذه الكلمة الحقوق المعيشية الحق في الصحة والرعاية الصحية والرعاية الصحية جيد تبارك الله عليكم إذا كلي عنده شي ملاحظة أو شي مداخلة أو شي تساؤل بخصوص هاد المعلومات أو هاد البطاقة اللي تفضلت وخرتها النأسية خليد تفضل شنو المقصود بحق التمتع بالشرط عادلة ومرضية إذا خليد كي سولنا شنو المقصود بالتمتع بحقوق عادي شروط عادلة ومرضية إذا نشوف واش واحد منكم عنده الإجابة خديجة ممكن تجاوبي تفضلي أن الناس عندهم الحق في الشغل يكونوا مرتاحين ومريحين في الخدمة ديالة وما يكونش فيها هذاك استغلال يكونش فيها جيد كتفضي أن تكون ظروف العمل مريحة مريحة جيد وما يكونش فيها استغلال جيد تبارك الله عليك إذا فعلا كل شخص من حقوق يتمتع بشروط عمل مرضية يعني كل عمل بأجر معقول كيحقق العيش الكريم للمواطن وتكون كذلك ظروف العمل كتضمن السلامة والصحة وتكون كذلك عادية يعني المساواة في الأجر والترقية دون تمييز لا على أساس الجنس لا ما يكونش تمييز في الأجر ما بين الرجل والمرأة ولا ما بين الأشخاص كيف مكانوا هذا هو المقصود بشروط عادلة ومرضية جيد تبارك الله عليكم إذا شوفوا وش باقى شي حاجة أخرى جبتوا هلنا في البحث ديالكم قدمونا مضموا للبحث شنو بقى عندكم أسية نعم شنو كتمتل هاد البطاقة أسية تأيي كتمتل حقوق والواجبات الاقتصادية والجتماعية دائما في إيطال الحقوق والواجبات الاقتصادية والجتماعية نعرضوها على الشاشة إذا هاد البطاقة اللولة تضم الفصل 19 من دستور المغربي 2011 وتفضل أسية اللي بحتثالي قررنا مضمونها تفضلي أسية يتمتع الرجل والمرأة على قدم مساوات 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 بالحقوق والحريات المدانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئة والبيئياتي 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 بارك الله عليك أسية وأجبتي كذلك بطاقتين مرفوقين بهذه البطاقة جيد هذه المادة الأولى من الإعلان العالمي للحقوق الإنسان قد نقرأها لكم يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق وهم قد ووهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضا بروح الإخاء إذن هذه كيفما قلنا المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان إذن جيد بطاقة أخرى نشوفها ضمن البحث اللي عرضت علينا الآن أسية وهي آية قرآنية سورة الإسراء الآية 70 هنا هذه الآية تحدث كذلك دائما ضمن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية اللي تكلفتوا بها إذن نقرأ الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلة إذن صدق الله العظيم كنتشوف خالد خالد عندك شيء إضافة تفضل نعم أستاذة عندي واحد بطاقة بطاقة تصور تتعبر على مجموعة من الحقوق واش ممكن نقدمها وانا مش في هذه المجموعة جيد ممكن تقدمها كيفما قلنا العمل بناتنا هو عمل تعاوني وتشاركي ما في بهابات نعاونه بعدنا في البحث ممكن تعرضها خالد تفضل جيد هذه البطاقة اللي جابها خالد نعرضوها على الشاشة باش تبين أوضح وماش يستفدوا معنا كذلك المشاهدين اللي كيتابعونا شنوك عليش كتعبر هذه البطاقة اللي جبتي خالد تفضل كتعبر على الحق في الشغل وحق في الصحة جيد فيها مجموعة من الحقوق العنوات ديالها لائحة وحقوقي وكتعبر على مجموعة من الحقوق جيد تبارك الله لكم ممكن نغنيوا بها ونضمنوها فيها لانا درجة عند المجموعة الثانية للموضوع ديالها هو الحقوق الاجتماعية واقتصادية شفنا الشق الأول مع أسيا والآن نشوف الشق الثاني مع خديجة تفضلي خديجة قدمينا مضمون البحث ديالك لا دا نعم شنو أول حاجة جبتي خديجة تفضلي الإنسان مذنب في القانون هذه بطاقة نعرضوها نعرضوها نشوف المضمون ديالها جيد خديجة ممكن تقريرنا تفضلي الإنسان مذنب في القانون عندما ينتهك حقوق الآخرين ومذنب في الأخلاق متى فكر في القيام بذلك بذلك إن هذا البطاقة اللي بحثت عليها خديجة شنو المضمون ديالها إذن مادام القانون هو اللي يضمن للناس الحقوق والواجبات ديالهم إذن في القانون الإنسان مذنب عندما ينتهك حقوق الآخرين مالك يمس بحقوق الآخرين وكيدر بهم هو مذنب ولكن أخلاقيا حتى التفكير أننا نقوم بشي انتهاك أو لنموشي حتى التنب مجرد التفكير أخلاقيا فهو كي تعتبر كذلك دنب هذا هو المضمون ديال البطاقة نشوفوه شو بقى عندك شي حاجة أخرى في بحثت ديالك خديجة أهم الواجبات الإنسانية أهم الواجبات الإنسانية جيد وغيرا نقرأ لكم أهم الواجبات في هذه البطاقة اللي خدمتنا الزميلة ديالكم أهم واجبات الإنسان الواجب الديني تجاه الله تعالى يتمثل في أداء الفرائد والطاعات والابتعاد عن النواهي الواجب الإنساني يتمثل في احترام حقوق الوالدين والأبناء والجيران والأصدقاء الواجب البيئي يتمثل في الحفاظ على البيئة ونظافتها وتعميرها وعدم إفسادها الواجب في العمل هو الإخلاص والإتقان والواجب الوطني صون الوطن والدفاع عنه الافتخار بالانتماء إليه جيد هذه مجموعة من الواجبات ديال الإنسان المتعلقة بجميع حياته سواء تجاه الله سبحانه وتعالى أو تجاه البيئة أو في العمل دياله أو تجاه الوطن دياله وغير ذلك جيد تبارك الله عليكم إذن شكرا لكم على المجهود الطيب اللي بدلته كيبان بأنكم بدلتوا مجهود وجبتوا مجموعة من البطاقات مجموعة من الإغناءات مجموعة من الصور وغير ذلك اللي غنيتوا بها فعلا الموضوع إذن الآن غدي نحاولوا نبدأوا في تشكيل المجلة ديالنا كيف ما اتفقنا في البداية وضعنا تصميم المجلة قلنا كل محور من المحاور غدا نخصصوا صفحة إذن اليوم غدا نشتغلوا على الصفحتين الأولى والثانية كيف اتفقنا وفي الحلقة المقبلة بإذن الله نتعرض للمجموعتين الثالثة والرابعة المنتوج ديالهم غدا نشكلوا الصفحتين المتبقيتين من المجلة ديالنا غدا نمر عندكم باش نساعدكم على أنكم ترتبوا المضامين ديال البحث ديالكم في الصفحتين اللي غدا نعرضوهم إن شاء الله في المجلة ديالنا الحقيطية أنكم تشكلوا الصفحة ديالكم ديال المجلة جيد تسقوا المنتوج ديالكم بطاقات والفقارات اللي جبتوا جيد ضليفتيحة شكلة آمينة جيد كذلك عندكم تلك المآتر حاولي تقديها بهذا الشكل حاولوا باش جي البطاقة معروضة بشكل جيد ونجي مريحة للعين اللي شافها إن شاء الله يتعجب بشكل يلا جيد تبارك الله عليكم مزيان إذن نمر عند تنائي خديجة وأسيا باش نحاول كذلك نساعدهم أنهم يلسقوا البحث ديالهم البطاقات والفقارات والصور اللي جابوا في الصفحة الثانية ديال المجلة ديالنا مزيان حاولوا أن البطاقة تكون ملسقها بشكل جيد لأن كيف ما قلنا الشكل الخارجي كذلك تلعب دور في المنتوج ديالنا إلا كان العمل منطم كي نال إعجاب وكيساهم كذلك في إنجاح العمل ديالنا مزيان إذن البحث ديالكم كان غني في المعلومات بغينا حتى في الشكل إن شاء الله يكون مميز جيد تبارك الله عليكم إذن بالنسبة لخاليد كنتي بحتي على واحدة بطاقة باش تغني بها البحث ديال زميلتين ديالك جيد لائحة الحقوق اللي جاب خاليد باش يغني بها البحث ديالكم كذلك ضمنوها مع البحث في الصفحة ديالكم جيد جيد تفضلي أسيا كيف ما قلنا العمل بينتنا هو عمل تعاوني وتشاركي والتمنين تكونوا أنتم إن شاء الله كنت نجزو العمل ديالكم في المجلة الجزء ديالكم كذلك هم غدا يعاونوكم جيد سبارك الله لكم بعد ما نهيسوا العمل لأن العمل جاهز للعرض هذه نحاولو ناخدوه من عندكم ونعرضوه إن شاء الله في المجلة ديالنا في الصبورة ديالنا جيد ناخدوه المنتوج ديال الثنائي الثاني اللي كان الموضوع ديالكم والحقوق والواجبات الاجتماعية والاقتصادية وناخدوه كذلك المنتوج ديال المجموعة اللولى اللي كان البحث ديالهم حول مكونات الهوية المغربية جيد باش نعرضو إن شاء الله للمنتوج ديالكم على المجلة ديالنا أو ديال الصبورة ديالنا من نعرضو المنتوج ديال التنائي الثالث والرابع في الحلقة المقبلة بإذن الله جيد إذن الجهود طيب كيف قلنا والمتوج ديالكم متميزا إن شاء الله غدي سغني المجلة غدي سبع إن شاء الله في واحد الحلة بديعة في العرض النهائي ديالها غدي نشغلو عليها إن شاء الله باش نعرضوها ورقيا وإلكترونيا إذن تبارك الله عليكم جميعا إذن تبارك الله عليكم وبهذا إخواني أخواتي نكونوا وصلنا نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجكم التعليمي أقرأ وأتعلم إذن ما تنسوش تعودوا تشاهدوا الحلقة على قناة السادسة أو على أحد الرابطين الإلكترونيين لظهروا أمامكم على الشاشة إلى أن نلتقي في الحلقة المقبلة أستودعكم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر